أعلنت وزارة الصحة والسجان تسجيل 7827 مريضاً بمنظومة ميكانة الغسيل الكلوية كما تم إجراء 239894 جلسة غسيل كلوية وذلك منذ إطلاق المنظومة في شهر إبريل وحتى نهاية شهر يوليو الماضي أوضحت وزارة الصحة أن المشروع القومي لميكانة منظومة الغسيل الكلوية يستهدف تقليل الفجوة المالية بين التكلفة الفعلية للجلسة والتكلفة التي تتحملها الدولة عن المرضى سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحية وذلك لرفع العبئي عن المرضى